عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلماء بن عبدالعزيز والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية جلسة مباحثات رسمية في قصر الحسينية في العاصمة الاردنية عمان اجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الاخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات اضافة الى مسجدات الاحداث الاقليمية والدولية وعقب الجلسة اقام ملك المملكة الاردنية الهاشمية مادوبة عشاء تكريمة لخادم الحرمين حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الامير خالد بن فايصل بن تركي سفير خادم الحرمين لدى المملكة الاردنية الهاشمية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء دكتور عصام بن سعد بن سعيد ووزير التجارة والاستثمار الدكتور مجد بن عبدالله القصبي ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وكذلك وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم كما حضرها من الجانب الاردني دولة رئيس الوزراء التركي الدكتور هاني الملقي ودولة رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز التراونة ووزير الخارجية ايمن الصفدي ومستشار جلالة الملك لشؤون الامنية مدير دائرة المخابرات العامة الفريق اول فيصل الشوبكي ومدير المكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان ووزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفخوري ووزير الصحة الدكتور محمد الشياب ووزير الصناعة وتجارة والتموين يعرب القضاء ووزير النقل حسين الصعوب والممثل والمبعوث الخاص لجلالة الملك الدكتور باسم عوظ الله